في حال لو هذه النسب ما تطابقت مع الإلكتروني؟ ماذا ممكن أن يحدث؟ ما هي الإجراءات التي يستطيع؟ هو هذه تحدي ونقطة مهمة لذلك الآن حتى تقارير أنه يعني أكوهيتي فروقات القانون الانتخابات ينص إذا أقل من 5% يعني حتى لو 1% نعم يعتمد اليدوي نعم وذا كانت أعلى وذا كانت أعلى من 5% تذهب الصناديق إلى مراكز التدقيق في المحافظات كل محافظة بها مركز التدقيق وأيضا يجرى العد والفرز يدويا ويعتمد هذا اليدوي الإشكالية أنه الجهاز يقرأ شيء والعين البشرية للموظف تقرأ شيء آخر بالعد اليدوي نعم كيف يعني دكتور؟ على سبيل المثال يعني التصويت الخاص مثلا ذكرنا أنه مربع للمحافظة هذا ما بيه إشكال بقلم التأشير الخاص بالمركز بس خلف الكابينة يذهب الناخب لوحده ويجب عليها أن يؤشر إما للحزب والتحالف السياسي أو المرشح الفردي يؤشر ويكون مقبول التأشير أو يؤشر إلى الحزب ومرشح واحد وبالتالي إذا هو وضع مثلا القلم على حافة المربع فالجهاز ما رح يقرأه كيف إذن التعامل بهذه الحالة؟ منه رح يقرأ؟ رح يقرأ الموظف الموظف العادي أي لما يدققون رح يعني أكيد رح يقول أكو فرق واحد بالمية وهكذا وبالتالي رح يصير تغليب للعد والفرز اليدوي ويبدو أن المشرع أراد أن يغلب العد اليدوي بحيث أعطى هذه النسب اللي هي أقل من 5% رح تكون لليدوي أكثر من 5% هم تروح للمراكز التدقيق ولليدوي إلا إذا كانت 100% يعتمد الفرز الإلكتروني وهذا يعني ربما يكون قليل موسيقى